زي ما كنت بقول أنا بأعتقد دائما أو هكذا أرى أو دي الرسالة اللي وصلة لي أنه توجيهات الرئيس دائما تتعلق بأعلى معايير الجودة والكفاءة أنا علشان أضمن أن طلبت الجامعات بتاعتي وهم بيتخرجوا فهم لازم الأول يشتغلوا على محو أمية خمس طلاب طب أنا هضمن منين أنه هو هيمحوا بالفعل أمية خمسة من المواطنين المصريين بكفاءة وجودة الخطوة نبيلة والنية جيدة ولكن يمكن كل شوية ما بنعمل كل ما بنقدم خطوة وبنشوف تجربتها عاملة زي وبنبحث قياس أثرها بنقدر نعرف الخطأ كان فيه ممكن نغير الحافظ بدل ما يكون الحافظ التخرج اللي بيسعاله كل الطلبة ممكن يكون منح علمية أنا بدل ما أتعلم خمسة أنا عايزك تعلم خمسين تعلمهم صح وقصات ده أنت ليك منحة علمية ما في جامعة ما وده هيحفز أكتر لأنه اللي هيكون عايز فعلا أنه هو يكمل دراسة أو يكمل دراسات بشكل منحة أو برسوم مخفضة هيكون حريص أنه هو يتم المهمة دي ومش يتمها بس يعني هو يدخل في البرنامج الكبير اللي هنصممه سوا في الشراكة عشان يبقى جزء من هذه المنظومة منظومة فيها إشراف فيها قياس أثر وفيها متابعة وفيها تشبيك لأنه أنا بعمل بروتوكولات مع أكتر من جهة ليه عشان يخدموا على بعض عشان أشبك الجهود فنشبك الجهات فنكثف الجهود نوصل لأحسن نتيجة متاحة هو ده الهدف بالزبط إن إحنا يعني إحنا برضو متقايلين شوية على معالي وزارة التضامن بس الحقيقة هي شديدة الكرم وبتساعدنا كتير فإحنا كل حاجة يا سيادة الوزيرة عايزين هنا عايزين هنا كذا عايزين دعم هنا عايزين فكرة هنا الناس مش متأخر الحقيقة فالحقيقة إن كل مؤسسات الدولة طبعا بتتعاون فمهم جدا الجهود المبذلة والمهدرة في المجتمع المدني كبيرة أوي كمان فيه مشكلة كبيرة مشكلة التمويل يعني ميزانية سيادة ومقلن عليها كانت ميزانية يمكن ما تغطيش الإمكانيات المطلوبة وطموح الدولة عشان نوصل للجودة المطلوبة ومش مطلوب إن إحنا نجيب كده من الموازنة لعمل الدولة لكن إحنا عندنا مجتمع مدني بيدخ فلوس محو الأمية فيه مؤسسات كتير مجتمع مدني شغلتها محو الأمية وجزء كبير منشطها محو الأمية لكن جهود متفرقة مش متجمعة ومش منظمة نجمعها نجمع وعشان تتنظم عشان تكون ربع نجمعها إزاي؟ التشبيك ما هو لما نعمل ناتورك يعني يبقى فيه ناتورك واحدة وقدرة على التشبيك مع الكوادر المنتشرة في هذه المؤسسات والموجودة في الدولة ونعمل دعوة يعني لما نعلن وأكتر من حد هيجي دم معنا يبقى فيه أماكن نقدر ننفس فيها البرامج دي يعني برنامج متكامل إحنا بصدد إعداده كمان لازم نقيس أثر ببرنامج كل مرحلة لازم نعرف إحنا طلعنا بقد إيه والنتيجة فين والأخطاء اللي كان بترتكب إيه عشان ما تكررش في المحافظة اللي وراء أو في المكان اللي وراء يعني نشتغل بشكل متطور أكثر فيه أكتر من رؤية فدايما الإثراء المشروع بيكون من تعدد الرؤية ويمكن دي فلسفة التنسيقية في الأول إحنا خدنا كل الأيدولوجيز وآثرينا المخرج عشان يكون أكثر تناسبة مفيش أيدولوجي مفيش دولة بتحكم بكتاب أيدولوجي لكن هي بتخضع للتجارب كل موضوع وكل ملف بيكون ليه طريقته في الحل فمبدأ التجربة والخطأ اللي حصل قبل كده إحنا بنحاول نتدركه ونحاول نشوف إيه أحسن نموذج نقدر نقدم فيه جودة أحسن إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر